مقبلة الزميل سقر منذر والتفاصيل نشاط سياسي مكثف تشهده الساحة السياسية في العراق من قبل الكتل السياسية الفائزة لتشكيل الكتلة الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة ويأتي هذا النشاط بالتزامن مع اقترابي علاني نتائج العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية وما يوازيها من تساؤلات عديدة تطفو على سطح المشهد السياسي عن تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان القادم وعلى خلفية تلك التساؤلات أكدت بعض الجهات السياسية إن هناك أمرين سيسهمان بالإسراع بتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر أولهما مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات النهائية بعد العد والفرز اليدوي والتي سيكون لها الأثر البالغ في القرار النهائي للتحالفات الأولية التي حصلت سابقا بين القوى السياسية وهناك أمر آخر يرتبط بقواعد اللعبة السياسية والتي ستتغير بنهج مختلف ويبدو أن عقب انتهاء العد والفرز اليدوي والمصادقة على النتائج سيكون إعلان الكتلة الأكبر بصورة سريعة لأن العديد من القوى السياسية أصبحت مدركة إلى الخطأ الذي وقعت به طيلة الخمسة عشر عاماً مما دفعها للتفكير بضرورة تغيير قواعد اللعبة والنهج السياسي بحسب ما يراه مراقبون من بغداد سقر منذر WTV